بسم الآب والإبن والروح الكدس لله الواحد أمين أهلا بكم في لقاء جديد حوالين الإقنوم الثالث من السلوس الكدوس الروح الكدس في لقاءات سابقة شفنا مواهب أو عطايا الروح الكدس وشفنا بتعمل إيه فينا الروح الكدس بمواهبه السبعة قادر إنه يخلق فينا صورة ابن الله نكون فعلا على شكل المسيح لكن النهاردة حابين نعمل خطوة قدام إيه هو الروح الكدس في العهد الجديد؟ أول شيء غريب بنلاقيه عن الروح الكدس طبعا الموضوع كبير مش هنقدر نقول كل حاجة هقول حاجة أو اتنين ببساطة أول شيء غريب بنلاقيه عن الروح الكدس في العهد الجديد إنه بيرمز له بالحمامة ولكن كمان بالنار حمامة بنفتكر لما يسوع المسيح بيتعمد عند يحن المعمدان واستراحى أو نزل عليه الروح الكدس على هيئة حمامة الحمامة علامة على السلام بنفتكر نوح لكن كمان الحمامة بعكس أو على غير باقي الطيور هو طائر رقيق جدا من أقل حركة بيهرب بيطير بسرعة لازم يحس بالأمان علشان يقدر يستقر على شخص الحمامة هي علامة على إن الروح الكدس هو الشخص هو الأقنوم التالت اللي أبدا ما بيجبرك على شيء اللي أبدا ما بيفرد نفسه عليك لازم يطلب هو عزيز بيحب إنه يطلب لازم يطلب لكن كمان هو نار نار يعني بتحرق يعني بتهدم يعني بتغير كل شيء الروح الكدس حمامة ولا نار هو الأتنين هو للشخص علشان يحل عليه حمامة محتاج إنه يطلب إنه يرغب فيه إنه يستدعى ولكن لو بحريتنا طلبناه واستدعناه ودخل فينا وحل علينا بيحولنا لنار بيتحول هو كمان لنار نار بتحرق كل ما هو عكس الله فينا نار بتهدم كل ما هو ضد مشيئة الله فينا نار بتصلب وتخليه أكثر صلابة كل ما هو لله فينا هو ده الروح الكدس في العهد الجديد ولكن كمان لي اسمه مهم جدا بيلاقيه في معظم الأنجيل المعزي يعني إيه كلمة المعزي المعنى الدارج ليها الشخص اللي بيعزيك عارف مناسبة في مجملة بيجي بيعزيك بياخد بخطرك لكن طبعا مش ده المعنى المقصود خالص لازم نرجع لأصل الكلمة أصل الكلمة هو باراكليتو البراكليتو هو الشخص القريب منك هو اللي بتستدعي علشان يكون في عونك في مساعدتك هو المحامي أدفوكاتم المحامي علشان كده بنفهم إنجيل لؤى لما المسيح بيقول للتلاميذ لا تخافوا إذا ساقوكم إلى المحاكم والمجالس فالروح الكدس هو اللي حيتكلم فيكم لكن يعني إيه كلمة محامي أو معزي مهم نفهم المحكمة في الوقت ده ووقت المسيح كان في الوقت ده المتهم كان هو اللي لازم يجاوب عن نفسه ما كانش ينفع حد يجاوب عنه ولا حتى المحامي بتاعه فكان المتهم أو الشخص سموما اللي بيتسئل بيجيب المحامي واقف جنبه ويهمس لي في أذنه يهمس له بالإجابة إيه اللي لازم يقوله للقاضي هو ده المحامي في عصر المسيح وهو ده الروح الكدس في كل العصور هو الأقنوم اللي دايما مستعد يهمس في أذننا كلمة صحيحة سليمة مناسبة قدام كل مواقف حياتنا قدام مشكلة مع زوج قدام مشكلة مع زوجة قدام عصيان ابن قدام عصبية أب قدام مخاطر بنشوفها قدام وباء قدام مرض مين اللي بيهمس في أذننا مين اللي بيقترح علينا أفكارنا وأرقنا تاريخنا مضينا مشاكلنا يمكن عقاتنا معرفش مين ولكن مين هو الروح الكدس هو هذا المحامي هو هذا البركلتو اللي قادر في كل مواقف حياتنا يهمس ويدينا إجابة إجابة مش بس على الآخرين وللآخرين إجابة لنا إيه معنى حياتنا إيه معنى المواقف دي إيه الخيط اللي بيربط كل حياتي فين هو حب الله رغم كل اللي في أوقات كتيرة بنشوفه الروح الكدس قادر يهمس في أذرنا هذا الشيء ده اللي أنا فعلا بتمنى ليا وليكم لكن احنا لسه ما انتهناش يسوع المسيح حيقول لنا في العمق مين هو الروح الكدس وإزاي بيشتغل فينا ده اللي حنشوف المرة الجاية صلو لأكل ترجمة نانسي قنقر